أزمة سياسية متواصلة وسجال مستمر يزيد من سخونة الصراع المحتدم بين الكتل السياسية منذ أكثر من عشرة أشهر التيار الصدري بدأ مصرا على إجراء الانتخابات المبكرة كشرط لانسحاب متظاهريه من البرلمان رغم تأكيد مجلس القضاء أنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب الحالي أما الإطار التنسيقي الذي انضم مؤخرا لنادي الاعتصام وأكمل حصار المنطقات الخضراء فإنه يصر على تشكيل حكومة يرأسها مرشح محمد الشاع السوداني يعقبها إجراء الانتخابات في وقت لاحق اتلاف المالكي قال إن إصرار التيار الصدري على إجراء الانتخابات المبكرة بنفس القانون ودون تغيير مفوضية الانتخابات يثير التساؤلات ويؤشر على وجود اختراق يرسخ ما اعتبره مفهوم الدولة العميقة وهو مصطلح لطالما تبادلت الكتل الاتهامات بشأنه رد التيار الصدري جاء كما جرت العاد عبر الشارع حيث دعا مقتد الصدر إلى تظاهرة مليونية في بغداد للتحري ومعرفة من هم أكثر عددا بعد انقسام الاحتجاج إلى فستاطين ويرى مراقبون أن الصدر يمتلك أكثر من ورقة ضغط ضد الإطار منها إمكانية إعلانه لعصيان المدني لا سيما وأنه يمتلك للكثير من الأنصار والمؤيدين داخل مؤسسات الدولة بالتزامن مع فشل جميع مساعي ردم الهوة بين الطرفين المتخاصمين أزمة حقيقية يواجهها نظام المحاصصة الطائفية الذي يدار منذ نحو عشرين عاما عبر التوافق وتقاسم المناصب والنفوذ وها هو اليوم يواجه أحرج لحظاته بصراع متصاعد بين شركائه واعترافهم بأنه لم يعد قادرا على إدارة مصالحهم مع رغبة كل طرف بالحصول على المزيد والانفراد بالمشهد لوحده أما عن قدرة النظام السياسي الحالي على إدارة البلاد فالإجابة معروفة فلا خلاص للعراق الذي يعمه الخراب إلا بإنهاء الحكم الفاسد وتبعيته ما بين قطبيه شرقيه وغربيه وهو ما عبر عنه متظاهر ثورة تشرين موسيقى موسيقى شكرا